بالنظر إلى الموقع الجغرافي لدولة قطر فإن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية معها يعني حتماً أزمة كبيرة للدوحة على صعيد النقل الجوي والبري بكل تداعيات ذلك على القطاعات الحيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال إغلاق الدول الأربعي لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة سيحتم على الخطوط القطرية والتي تعتبر رافضاً اقتصادياً أساسياً لقطر سيحتم عليها تسيير رحلات أطولة خاصة إلى إفريقيا ما يقود نموذج عملها المعتمد على مسافري ترانزيت أما التجارة البرية فستشل بالكامل لاقتصار الحدود البرية على السعودية وتعتبر دولتان سعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء فبحسب بيانات العام 2015 تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر بإجمالي 310 ملايين دولار أما في تجارة المواشي تأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار وفي تجارة الخضروات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين بإجمالي 178 مليون دولار سنوياً ومن ناحية تجارة الوقود تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين والإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي يبلغ نحو 200 مليون دولار في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر بإجمالي سنوي يفوق نصف مليون دولار ومع توقف التجارة البرية حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع